اشتركوا في القناة وجهة بعض المواطنين والنواب السابقين من اعضاء اتلاف المعارضة والذين جددوا التأكيد على اهمية حكم المحكمة الدستورية المرتقب حيث وصفوه بالتاريخ والمفصلي انها دعوة من قبل اتلاف المعارضة جاءت بوقت مناسب للاحتصام يوم الجمعة ويوم السبت على ان تستمر الاحتصام يوم السبت مفتوحا الى صدور الحكم مع بعض الاستعدادات التي ستتولاها اتلاف المعارضة احنا يوم الاحد امام يوم تاريخي وحنا نعتقد بان هذه الحكومة اللي ذهبت يوم من الايام الى المحكمة الدستورية لتأخذ رأيا عن سلامة القانون 42 لسنة 2006 وجاء حكم المحكمة الدستورية ليقول لهذه الحكومة التي لا تسمع ولا تفقى ولا تقرأ ان القانون 42 لسنة 2006 هو قانون يتفق وصحيح الدستور انا اعتقد بانها مسئولية تاريخية ومسئولية سياسية ومسئولية اخلاقية ومسئولية وطنية وامانة ثقيلة حقيقة على كل اعضاء المحكمة الدستورية اللي سينطقون بالحكم يوم الاحد الشعب الكويتي يترقب الحراك مستمر هذا جزء من الحراك الشبابي المستمر من عدة سنوات بسبب الاوضاع اللي تعيشها البلد ولا نزال احنا ندخل في مشكلة ونخرج من مشكلة ثم ندخل في اخرى نتمنى ان يوم الاحد القادم اللي هو يوم صدور حكم المحكمة الدستورية في 16-6 ان يكون مجال لتهدئة الاوضاع بشكل عام وهذلك بالرجوع الى احكام الدستور والاستجابة الى ارادة الامة وقبيل ساعات من اعلان الحكم المرتقب اكد عضو مجلس الامة ان ابعدنان لمطوع ايمانه المطلق بنزاهة الحكم قبل صدوره مشيرا الى فعالية نظام صوت الواحد ومطالبا بالعمل به في كافة الانتخابات التي تحصل في البلاد وعلى مختلف المستويات